شيء ما تقول إن الشأن الوطني مش شأن مركزي يبدو سعلي إن جروح السلطة ومعارضها في ازدياد مضطرد على الأقل منذ 17 ديسمبر 2021 هو في الحقيقة سلطة الانقلاب أو التي تسمي نفسها حركة 25 جوليا هي في البداية رفعت شعار الشعب يريد يعتبره يعبر كشعار مركزي لمجموع التسعيد ومشروعه وفي نفس الوقت قالت أنه هناك تفويض شعبي وأن هناك تصحيح مصار تبين أن التصحيح هو تشحيح تشحيح؟ نعم تشحيح ماذا الأرض؟ وبينت مسيرات 26 سبتمبر و 10 أكتوبر و 14 نوفمبر و 17 ديسمبر و 14 جامب أن هناك جزء من الناس من المواطنين و من الشعب التونسي بكل فئات و أطيافه تم جزء كبير خلينا نختلفه في النسبة إلى حد الآن بي رمى أن شعبية الرئيس هي في نزول حاد أنا إذا كان نعمل رسم بياني رياضي منه الرئيس يوم 25 يكاد 98% من العبادة ما حتى الذين رفضوا الانقلاب بما فيهم أنا شخصيا كنت نعتقد أنه بشي يكون استغلال الفرصة والصدمة و الأحداث و لكن تبين أنه يا عشيد 25 كثم حزب واحد ضد الانقلاب لأن الجميع معنا بعد نصف عام سيادي من بقي في حضرة سعيد من معها أملي من الأحزاب لم يعد معه أي شخص حتى الشخصيات الوطنية الرحوي الغائب و المغزاوي و شلته وهم أصلا منقسمون على اثنين مجموعة تعلنوا مساندتها لسعيد حتى أن أحدهم منها أصبح يقارن بين حبه و حب زوجته له و في الأخير لم يبقى مع سيد أي حد و الشعبية في حالة انحدار و بالتالي المسيرات اللي وقعت من 26 سبتمبر حتى آخر مسير انت أربعة تجام فيه و تحرك جابس و أمس ثم تحرك شبه تحرك بمعنى آخر اللي هو تحرك سوسة يوم السبت تبين أنه الناس رفضا للانقلاب رفضته كانتاش في البداية كان ثم رفض سيادي فريق ضد فريق آخر ولكن عمله الآن الناس صليرهم يوصلهاش شهريتهم يوصلهاش شهريت معارضة منذ 25 جولة و قبلها هم لا يثيقون في سعيد أصلا لكن الدائرة الضيقة لسعيد الآن هل بدأت أو هل ما زالت تطيق في وعود هو الدائرة الآن لم تعد هناك دائرة حول سعيد ثلاثة المستشار غادر والقصر الرئاسي رئيسة الديوان أو رئيس ديوان الثاني المرأة الأولى في القصر ايه معناها الآن ثم رئيس ديوان ثالث نعم هو رئيس ديوان حتى في عاد البيجي تشده ثلاثة لكن كان هناك ثم تماهي أنا أعتقد أنه سعيد أدخل البلاد منذ ما طب التحويل الوزاري أدخل البلاد في ما طب معاش ناجب تخرج منه شما زال ما زال كان أنه ما نشوفه الماء والضو يمشي وليه يمشيوش ترجمة نانسي قنقر